سورة الجمعة الكتاب الذي بين يدي هو المجلد الثامن من البرهان إنه جامع الأحاديث التفسيرية لسيد هاشم البحراني رحمة الله عليه الطبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان الطبعة الثانية 2006 ميلادي مثل ما قلت لكم إنه المجلد الثامن الصفحة الخامسة بعض الأحاديث في فضل سورة الجمعة الحديث الأول وقد نقله هاشم البحراني عن كتاب ثواب الأعمال للصدوق بسنده بسند الصدوق عن منصور بن حازم عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه الواجب الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل كعمل رسول الله وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنة لا أعلق كثيرا لأنني أريد أن أنتفع من الوقت سأقرأ عليكم هذه الروايات هذه الأحاديث وبعد ذلك أعلق تعليقا مختضبا لكنني أعيد قراءة هذه الرواية أتمنى أن تلتفت إلى كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام هكذا يقول الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة إنما قلت هو واجب عقائدي لأن الإمام ربط الموضوع بالتشيع لهم والتشيع لهم عقيدة ليس طقسا من الطقوس الفتوائية التشيع لهم هو أساس الدين هو حقيقة ديننا الإمام هكذا يقول الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة هناك قضية عقائدية القضية ما هي بطقوسية القضية ليست مرتبطة بتلاوة سورة الجمعة بما هي سورة بما هي تلاوة هناك شيء وراء هذه القراءة هناك شيء وراء هذه التلاوة سيتضح الأمر شيئا فشيئا لكنني أتمنى عليكم أن تلتفتوا إلى مضامين هذه الأحاديث وأن تأخذوا بنظر الاعتبار من أن اهتمام الأئمة هنا ليس إلى طقس القراءة موجه وإنما يتوجه اهتمامهم إلى ما وراء هذه الطقوس الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة أن يقرأ في ليلة الجمعة في صلواته في صلواته الواجبة بالدرجة الأولى وفي صلواته المندوبة بالدرجة الثانية الحديث يتوجه إلى الصلوات الواجبة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وفي صلاة الظهر في يوم الجمعة وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل كعمل رسول الله ما هو عمل رسول الله عمل رسول الله سيتضح لنا عمل رسول الله هو عمل رجل الدين الإنسان وعمل رجل الدين الإنسان هو بناء وتكوين المجتمع الإنسان من خلال صناعة الفرد الإنسان هذا هو عمل رسول الله القضية ليست مخصوصة بطقس التلاوة الأمر فيما وراء ذلك سورة الجمعة تشتمل على خارطة واضحة جدا فهناك رجل الدين الإنسان وهناك رجل الدين الحمار رجل الدين الإنسان هو الذي يقوم ببناء وتكوين المجتمع الإنسان من خلال صناعة الفرد الإنسان أما رجل الدين الحمار فإنه يقوم ببناء وتكوين المجتمع الحمار من خلال صناعة الفرد الحمار أتحدث عن البشر الحمير أتحدث عن هؤلاء فإمامنا الصادق حينما يقول الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين فإذا فعل ذلك إذا فعل ذلك بشكل كامل صحيح كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر فهنا إمامنا الصادق حينما يقول هكذا الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى إنها قراءة في عباده القراءة لن تكون قراءة كما يريدها الصادق إلا بالتدبر والعبادة لن تكون عبادة كما يريدها الصادق إلا بالتفكر ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر هذا هو المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعد على هذا بايعنا بايعنا الله وبايعنا محمدا وبايعنا عليا على هذا أن نلتزم بقواعد المنطق العلوي فإذا فعل ذلك من أنه قرأ في صلواته في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل كعمل رسول الله عمل رسول الله تبينه لنا سورة الجمعة سنأتي عليه الحديث الثاني نقله البحران عن الكلين عن الكاف الشريف بسنده بسند الكلين عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين أكرمهم أكرمهم في أي جهة في جهة رجل الدين الإنسان فسنها رسول الله بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين إنها سورة المنافقون التي تتحدث بالدرجة الأولى عن رجل الدين الحمار وسورة الجمعة أيضا تحدثت عن ذلك والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها ومن تركها متعمدا فلا صلاة له من ترك الجمعة ومن ترك المنافقين كل هذا ليس اهتماما بالطقس بما هو طقس وإنما الاهتمام بالتدبر في مضامين سورة الجمعة وفي مضامين سورة المنافقون أذهب إلى الحديث الرابع عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من أدمن قراءتها من أدمن قراءة الجمعة فالنبي يدفعنا باتجاه الإدمان على قراءتها من أدمن قراءتها كان له أجر عظيم وأمن مما يخاف ويحذر وصرف عنه كل محذور لأنه إذا ما تدبر في مضمونها وأدرك فحواها تميزت له الأمور وشخص الذين يتحركون في الواقع الشيعي إن كانوا من صنف رجل الدين الإنسان أو كانوا من صنف رجل الدين الحمار من أدمن قراءتها رسول الله يقول من أدمن قراءة سورة الجمعة كان له أجر عظيم وأمن مما يخاف ويحذر وصرف عنه كل محذور وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنه الحديث الخامس في الصفحة الخامسة من المجلد الثامن من البرهان لهاشم البحراني إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول من قرأها ليلا أو نهارا في صباحه ومسائه الإمام يدفعنا لأن نقرأها في كل أوقاتنا لماذا هل القضية ترتبط بالقراءة بما هي قراءة أو أن القضية ترتبط بطقس معين بما هو طقس لماذا يريد منا رسول الله أن ندمن على قراءتها ولماذا يريد منا إمامنا الصادق أن نقرأها ليلا أو نهارا في صباحنا أو مسائنا من قرأها ليلا أو نهارا في صباحه ومسائه أمن من وسوسة الشيطان إنه رجل الدين الحمار أمن من وسوسة الشيطان أبرز وكلاء الشيطان أبرز نواب الشيطان رجل الدين الحمار من قرأها ليلا أو نهارا من قرأ سورة الجمعة يقول صادق إمامنا الصادق صلوات الله عليه من قرأها ليلا أو نهارا في صباحه ومسائه أمن من وسوسة الشيطان وغفر له ما يأتي في ذلك اليوم إلى اليوم الثاني إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت عنهم في فضل سورة الجمعة وفي أهمية قراءة سورة الجمعة إن كان ذلك في الصلوات الواجبة أو المندوبة إن كان ذلك على سبيل الإدمان في كل زمان أو مكان إن كان ذلك في ليلنا أو نهارنا في صباحنا أو مسائنا لماذا كل هذا التأكيد على قراءة سورة الجمعة فهل يريدون منا أن نقرأها وأن نمر عليها تلاوة وقراءة أم أنهم يريدون منا أن ندرك مضمونها قطعاً حكمة الأئمة لا يمكن أن تدفعنا لأن نقرأ السورة لأجل أن نقرأها فقط حكمة الأئمة تدفعنا بهذه القوة إلى الحد الذي يقول إمامنا الصادق الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ إلى آخر الرواية التي قرأتها عليكم حكمتهم تدفعنا لأجل أن نتدبر فيها أن نتفكر فيها أن ندرك فحواها العاقل حينما يرى أن محمداً وآل محمد هكذا يدفعون بهذه القوة وبهذا الزخم باتجاه قراءة سورة الجمعة عليه أن يعود إلى سورة الجمعة كي يتدبر فيها كي يتفكر فيها حينئذ سيدرك الحكمة من كل هذا الدفع من كل هذا التوجيه والاهتمام لأن سورة الجمعة رسمت لنا بشكل واضح الخارطة الإجمالية لواقع لواقع رجال الدين في هذه الأمة في الأمة التي تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هناك رجل الدين الإنسان وهناك رجل الدين الحمار وللأسف فإن الذين تسلطوا علينا بعد رسول الله هم من فئة رجل الدين الحمار والذين تسلطوا على الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى هم من فئة رجل الدين الحمار لذا فإنكم تجدون تشابها كبيرا وتطابقا واضحا بين سقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوسي لأن الذين تسلطوا على الأمة من بعد رسول الله ومن بعد السفير الرابع حينما بدأت الغيبة الطويلة الغيبة الكبرى الذين تسلطوا علينا هم من هذه الفئة من فئة رجل الدين الحمار سورة الجمعة رسمت لنا هذه الخارطة الواضحة قطعا في خطوطها الإجمالية نذهب إلى فصل في الآية الثانية بعد البسملة من سورة الجمعة حديث عن رجل الدين الإنسان هو هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم من الأجيال اللاحقة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما بمعنى لم لم يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم الحديث هنا عن رجل الدين الإنسان عمله تكوين المجتمع الإنسان بناء المجتمع الإنسان الآية تتحدث بالإجمال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة برنامج لبناء وتكوين المجتمع الإنسان عبر صناعة الفرد الإنسان فهذا فهذا برنامج لصناعة الفرد الإنسان ومن مجموع الأفراد الذين سيصنعون عبر هذا البرنامج عبر برنامج صناعة الفرد الإنسان سيتكون المجتمع الإنسان والذي يحكمه العقل الزهرائي إنني أتحدث عن دين محمد وأهل محمد أتحدث عن دين له قيمة وذلك دين القيمة مثل ما جاء في سورة البينة من هنا فإنني وصفت العقل في هذا الدين بالعقل الزهرائي لأن العقل سيكون مرتبطا بقواعد قيمة الدين وذلك دين القيمة مر الحديث عن أن المفردات التي تشكل الأسس في تكوين هذا العقل رضا فاطمة وغضب فاطمة الذي هو رضا الله وغضب الله وما بين هذا وهذا ما بين الرضا والغضب تتشكل القواعد والقوانين والسنن والمفاهيم ومن هنا تبدأ منابع معارف الدين وذلك هو العقل الزهرائي هذا العنوان يلخص كل تلك التفاصيل فهذا رجل الدين الإنسان ما هو عمله مرت علينا الرواية قبل قليل من أن الذي يواضب على قراءة سورة الجمعة في عباداته وفي أوقاته في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة ماذا قال إمامنا الصادق فإنه يعمل كعمل رسول الله عمل رسول الله هو هذا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هذا هو عمل رسول الله ومن هنا فإنني قلت من أن توجيه الأئمة توجيه الأئمة لشيعتهم باتجاه سورة الجمعة بهذا الحث الأكيد وبهذا الدفع الشديد لا لأجل القراءة بما هي قراءة وإنما لأجل أن يصل إلى مضمونها أن يدرك فقهها وفقهها هو هذا أنا لا أجعل فقه سورة الجمعة منحصرا في هذا لكنني أشير إلى أن من أهم وجوه فقهها هو هذا الوجه الحديث عن رجل الدين الإنسان وعن رجل الدين الحمار وكل مشكلتنا في الواقع الشيعي هي هذه ابتلينا برجل الدين الحمار منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن إنني أتحدث عن البشر الحمير لا أتحدث عن الحيوانات الحمير أتحدث عن البشر الحمار لا عن الحيوان الحمار لو لم يكونوا حميرا لماذا تركوا عقيدة آل محمد من أن الدين له أصل واحد هو الإمام وذهبوا وذهبوا إلى منظومة أصول الدين عند الأشاعرة والمعتزلة لو لم يكونوا حميرا لماذا فعلوا هذا لو لم يكونوا حميرا لماذا تركوا تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير وفسروا القرآن بحسب المنهج العمري لو لم يكونوا حميرا لماذا تركوا قواعد التفهيم العلوي في استنباط الأحكام والفتاوى وذهبوا يستنبطون الأحكام وفقا لمنهج الشافعي لو لم يكونوا حميرا لماذا أنكروا أكثر من تسعين بالمئة من أحاديث أهل البيت التي معالم صدقها واضحة تلوح في كل حرف من حروفها لكنهم لا بصيرة لهم لا فقه عندهم والذي لا بصيرة عنده ولا فقه له ولا عقل يرشده إلى إمام زمانه ماذا أصفه أحسن وصف ما ده له أن يكون بشرا حمارا وهذا هو واقع مراجع حوزة الطوسي منذ بداية تأسيسها وإلى يومنا هذا فالآية تتحدث هنا عن رجل الدين الإنسان عمله بناء وتكوين المجتمع الإنسان من خلال صناعة الفرد الإنسان وهنا يتكون العقل الزهرائي الذي يكون حاكما على مفاصل المجتمع الإنسان ويكون حاكما في شؤون الفرد الإنسان الجانب الآخر في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وهذا مثل لأمتنا هذا مثل لشيعة قبل غيرهم فالقرآن لم يكن مبعوثا لبني إسرائيل بني إسرائيل مطالبون أن يتمسكوا بالقرآن ولكن بالدرجة الأولى الذين يطالبون بالتمسك بالقرآن هم الذين يدعون أنهم يتمسكون بحديث الثقلين حديث الثقلين إنهما الكتاب والعتر هؤلاء هم الذين يقولون نحن شيعة للحجة بن الحسن فهذه الأمثال موجهة إليهم وآيات الكتاب كما يصفها إمامنا السجاد من أنها خزائن هذه الخزائن بحاجة إلى أن تفتح والمفتاح توفيق صاحب الأمر إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لزرارة والحديث في الجزء الأول من الكاف الشريف ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه هذا مفتاح لكل شيء ومفتاحه وباب الأشياء هذا مفتاح يفتح بهب الأشياء فهو مفتاح لكل شيء الباقر هو الذي يقول ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته فهذه الآيات خزائن وهي بحاجة إلى أن تفتح ومفتاحها التوفيق ومصدره إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها لم يفقهوها لم يعوها كمثل الحمار يحمل أسفار كمثل الحمار يحمل أسفار الحمار الحيوان وهو ينقل الكتب على ظهره وهو لا يفقه منها شيئا لا يلام بل يمدح لأنه يؤدي عمله بشكل صحيح وإنما الحمار الحمار هو البشر الحمار إنه المرجع الأعلى المرجع الأعلى إنه الفقه المحقق إنه آية الله العظمى هذه الأوصاف التي يطلقها الشيعة على هؤلاء البشر الحمير مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله هؤلاء هم مراجع النجف حينما نفسر آيات القرآن بأحاديث العترة يكذبون هذا التفسير هذا على مستوى الآيات التدوينية أما على مستوى الآيات التكوينية وهم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم فإنهم ينكرون مقاماتهم الغيبية ينكرون كل الأحاديث التي تتناول أسرار معارفهم وثقافتهم ما هو منهج حوزة الطوسي هكذا ينتج لنا وقد أنتج ما أنتج من الضلال والسفاهة والتفاهة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا ورثناها من رجل دين حمار وانتقلت إلى رجل دين حمار ولا زالت السلسلة مستمرة إلى يومنا هذا أتحدث عن الإنسان الحمار عن البشر الحمار لا أتحدث عن الحيوان الحمار إنهم البشر الحمير مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بأس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين هذه هي الحكمة الواضحة والجلية من حث الأئمة ومن دفع الأئمة لشيعتهم كي يدمنوا قراءة سورة الجمعة كي يصلوا إلى هذه الحقيقة كي يعرفوا من أن واقع ديننا سيكون محكوما بين اتجاهين بين رجل الدين الإنسان ورجل الدين الحمار والكلام هو هو الذي مر في الحلقة الماضية العقل الزهرائي الذي يقودنا إلى تعظيم المشروع المهدوي هذه جهة رجل الدين الإنسان والعقل السقيفي يقودنا إلى تقزيم المشروع المهدوي وهذه جهة يقف فيها رجل الدين الحمار إذن عندنا هذه العناوين عندنا رجل الدين الإنسان وعندنا العقل الزهرائي وعندنا تعظيم المشروع المهدوي هذه جهة والجهة الأخرى رجل الدين الحمار العقل السقيفي تقزيم المشروع المهدوي هذه المفردات مفردات مهمة عليكم أن تحفظوها إذا أردتم أن تتفعوا من الموضوع الذي طرح وسيستمر طرحه في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى وعليكم أن تزنوا ما تقدم ذكره في مجموعة الحلقات المختصة بإسحاق الفيض أن تزنوا ما قاله هذا الرجل عبر هذه الموازين وأن تصنف عقائده وفتاواه والتي هي عقائد السيستان وفتاواه وهي هي عقائد سائر مراجع حوزة النجف وكربلا والفتاوى هي هي فتاواهم أن تزنوا ما تقدم ذكره في تلك الحلقات بهذه الموازين أن تصنفوا ما عرضته أنا وما عرضه إسحاق الفياض ما عرضته حوزة النجف عبر إسحاق الفياض في عقائده وفتاواه صنفوا 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 التفاصيل وصنفوا كل شيء تقرؤونه في كتب مراجع حوزة النجف وكربلا صنفوا ما تشاهدونه وما تستمعون إليه عبر فضائيات السستاني الشرازي وغيرهما صنفوا ما تقرؤون صنفوا ما تشاهدون صنفوا ما تستمعون إليه وفقا لهذه المصطلحات من هنا فإن المصطلحات هذه مهمة جدا عليكم أن تحفظوها وأن تدرك مضمونها وأتمنى عليكم أن تشاهد الإعادات أيضا كي تستطيع أن تدرك فحوى هذه المطالب العميقة والدقيقة في الوقت نفسه نذهب إلى فصل ترجمة نانسي قنقر